اشتركوا في القناة وسرعة ايجاده للسماوات والارض وما بينهما اللهم بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك عشقنا به صلى الله عليه وسلم ووفقنا لاتباعه على اكمل الوجوه امين ثانيا ان الله تعالى قد مدح نفسه وعظم نفسه ومجد نفسه سبحانه بانه خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسه من لغوب اي تعب ولا نصب قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب وفي هذا تنبيه للعاقل اللبيب ليفهم ان خلقه سبحانه للسماوات والارض وما بينهما ذلك جرى وفيه الاسراع بنفوذ اثر القدرة الالهية في خلق السماوات والارض وما بينهما ففي قوله تعالى وما مسنا من لغوب تتجلى عظمة القدرة الالهية وتتجلى سرعة الايجاد في خلق السماوات والارض وما بينهما اكثر كما يقال بلا تشبيه قطع فلان المفازة في فترة كذا وما تعب يراد بذلك الاخبار عن القوة والسرعة فالله تعالى يتعاظم بقدرته وسرعة ايجاده للسماوات والارض وما بينهما ولو كنت ممن اشهده الله تعالى خلق السماوات والارض وما بينهما وشاهدت ما اجرى سبحانه عليها في كل لحظة من التخليق والتحويل والتطوير التي تبلغ لحظاتها كلها زمانا يقدر بستة ايام من ايام الدنيا يومين للارض ويومين للسماوات ويومين لما بينهما لو كنت شاهدا لذلك لأيقنت عين اليقين بعظمة قدرة الله تعالى وسرعة نفوذ القدرة الالهية مع بديع الحكمة الالهية في صنعها وتركيبها والمراد من خلقها ولعلمت ان ذلك كان في غاية السرعة التي لا تقوى عليها الا قدرة الله تعالى العلي العظيم وحده ولكنك ما شاهدت ذلك قال تعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا وفي هذه الاية اشارة الى ان هناك من اشهده الله تعالى خلق السماوات والارض وهم حملة العرش ومن حول العرش من الملأ الاعلى الملائكي وغيرهم فان العرش العظيم مخلوق قبل السماوات والارض كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وعرشه على الماء والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة